اتهم رجل الدين الشيعي اللبناني السعودي محمد علي الحسيني الأمين العام الحالي لمجلس الإسلامي العربي في لبنان حزب الله باستخدام أساليب التهديد والتخويف والعنف ضد أفراد من عائلته وأحباه وذلك بسبب مواقفه المعارضة للحزب وقد نشر الحسيني رسالة عبر صفحته على منصة X حيث خاطب القيادة الأمنية لحزب الله قائلا ألا تعون ما قاله جد الإمام الحسين عليه السلام وهو يحمل طفله إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار لماذا تطالون العوائل والأهل والأحباء وأكد الحسيني أنه هو من يقاتلهم وليس عائلته أو إخوانه مضيفا مشكلتكم معي وليست معهم حربكم معي وليست معهم انتقموا مني لا منهم ونشدهم بوقف التهديدات والابتزاز مشيرا إلى قول الإمام الحسين إن الناس عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم محذرا من أن البلاء قد يظهر زيف الإيمان كما أشار إلى أن الظلم يزل القدم مطالبا بوقف الاعتداء على أهله وأحبائه لأن الظلم يسلب النعم ويفتت الأمم واختتم الحسيني بالقول إن كل تهويلهم لن يثنيهم عن كشف ظلمهم مؤكدا على أنهم يحملون الحق ويطمحون إلى مستقبل أفضل للبنان اشتهر الحسيني بظهوره الإعلامي المتكرر منذ بناء العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان حيث تنبأ بمقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب كما انتقد شخصيات بارزة في المنظمة المدعومة من إيران وكان الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني قال إن لديه معلومات وأسماء عن من يدير العمليات في حزب الله وتابع خلال لقاء مع قناة العربية لدينا المعلومات والأسماء وهناك من يقود العمليات البديلة ولكن لا أريد أن نصرح بهذه الأسماء حتى لا يقال فيما بعد إننا قدمنا معلومات أو إحداثيات أو ما شابه ذلك وأردف المؤكد أن هذه الإدارة البديلة اليوم تقع في غرفة العمليات الثالثة وفيها أيضا نعيم قاسم وهي غرفة عمليات أبا الفضل العباس وهي محط الأنظار وقد نسمع عن استهدافها عاجلا أو آجلا وبالتالي القيادة البديلة التي حلت بدل القيادة الأولى والثانية سيتم استهدافها وهكذا إلى أن ينتهي الأمر بالقيادات الخمسة وأضاف كل الاستهدافات للقيادات السياسية بالدرجة الأولى وأيضا القيادات العسكرية الأولى والثانية وحتى الآن لم يتم استهداف أي من الشخصيات القيادية الأمنية التي لها الدور الأكبر في الداخل اللبناني وليس في الخارج وعلينا أن ننتظر التحول في الجنوب وعودة حزب الله في الداخل وما سوف يكون في الداخل أفادت مصادر مطلعات لشبكة رويترز بأن الجهود الأمريكية الرامية لوقف القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية لم تنجح بعدما اطرحت واشنطن مقترحا اعتبره كثيرون غير واقعي لوقف إطلاق النار بينما أبدت إسرائيل إصرارها على قدرتها على فرض هدنة بشكل مباشر وذكر مصدر سياسي لبناني مقرب من حزب الله بالإضافة إلى دبلوماسيين آخرين أن الصراع قد يستمر لعدة أشهر في ظل عدم وجود مقترحات قابلة لتطبيق على طاولة المفاوضات وذلك قبيل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية وأوضح مسؤول أمريكي أن محادثات جرت يوم الخميس بين مبعوثين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين وأسفرت عن نتائج أفضل مما كان متوقعا في حين وصف مسؤول آخر هذه الاجتماعات بأنها واقعية وبناءة لكنه أكد أن الولايات المتحدة لن تتفاوض علنا وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية رويترز إلى تصريحات الوزير أنتوني بلينكن الذي ذكر أن إسرائيل ولبنان يتجهان نحو تفاهم بشأن متطلبات إنهاء الصراع ولكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود يذكر أن الاجتباكات بين حزب الله وإسرائيل مستمرة منذ عام تزامنا مع الحرب في غزة إلا أن القتال قد تصاعد بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة وتزعم إسرائيل أنها اكتشفت أنفاقا ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان مشيرة إلى أن الجماعة المدعومة من إيران كانت تخطط لشن هجوم على إسرائيل يفوق توغل حماس في السابع من أكتوبر 2023 في سياق متصل ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن واشنطن قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما يتضمن انسحاب حزب الله من الحدود الجنوبية للبنان ووقف الهجمات من الطرفين مع نشر عشرة ألاف جندي من الجيش اللبناني في الجنوب لكن الدبلوماسيين أبلغوا الرويترز أن هذه الجهود لم تحقق النجاح إذ اعتبر المقترح غير قابل لتطبيق حيث أشار مسؤول غربي إلى أن العب الذي سيتحمله الجيش اللبناني لحل هذه المشكلات كان غير منطقي كما أعرب دبلوماسي إقليمي عن قلقه بشأن احتمال وجود اتفاق جانبي بين الولايات المتحدة وإسرائيل يتيح للأخيرة اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الأمنية المحتملة واصفا هذا الاقتراح بأنه غير قابل لتطبيق لم تعلق حكومة لبنان رسميا على مسودة الاقتراعه ولكن مسؤولين أفادوا لرويترز بأن إصرار إسرائيل على تنفيذ المباشر لأي اتفاق سيكون انتهاكا للزيادة لبنان زيارة المبعوثين الأمريكيين آموس هوكستين وبريك مكورك إلى إسرائيل حيث ناقش وقف إطلاق النار مع المسؤولين الإسرائيليين لم تتبعها زيارة إلى لبنان لإجراء محادثات وعلق المصدر السياسي اللبناني المقرب من حزب الله قائلا بعد محاولة هوكستين بالأمس يبدو أننا لا نملك خيارا سوى الانتظار لما سيقرره الميدان من جانبه أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى أن المحادثات لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان قد تعثرت وذكر بري أن رئيس وزراء إسرائيل رفض خريطة الطريق اللبنانية التي تم الاتفاق عليها مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين كما أشارت الصحيفة إلى أن النشاط السياسي لحل الأزمة تعجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية